لا تتوقف ميليشيا الحوثي عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب حيث قالت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين إن ميليشيا الحوثي شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مخيمات التواصل والخير والميل غربي المحافظة ما أسفر عن إصابة خمس نساء واحتراق سبع وعشرين خيمة وعدد من خزانات المياه هجوم ميليشيا الحوثي على المخيمات دفع مئات الأسر إلى نزوح آخر بحثاً عن ملجأ جديد يجدون فيه الأمان وبشكل عام عرقل الحوثيون بتصعيدهم على مأرب مطلع فبراير الماضي وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين رغم الدعوات الدولية والأممية المتكررة لميليشيا الحوثي لوقف هجماتها على مأرب إلا أن الميليشيا غير مكترثة بالدعوات وبالوضع الإنساني في المحافظة منظمة هيومن رايت سواتش من جهتها اتهمت ميليشيا الحوثي بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب وارتكاب انتهاكات جسيمة وقالت أيضاً أن قوات الميليشيا أظهرت تجاهلاً مروعاً لأمن وسلامة المدنيين طوال فترة النزاع محذرة من أن الهجمات العشوائية التي تشنها على مناطق مأهولة بالسكان تعرض النازحين والمجتمعات المحلية لخطر شديد